جميعنا يعلم أن التعليم الطبي خطوة مهمة من أجل خدمات طبية محترمة ومريض يشعر أنه في أمان أمان المريض مسؤوليتنا جميعا والتعليم الطبي هو الخطوة الأولى لأمان الطبيب وجودة الخدمات الطبية ولذلك انطلق المنتدى الأول لجودة التعليم الطبي في ليبيا من المجلس الصحي العام وهي بكورة نشاطاته العلمية في هذا المنتدى نناقش كل ما له علاقة بالتعليم الطبي نناقش البيئة التعليمية نناقش الطالب نناقش الأستاذ الذي يعلم نناقش وضع الجامعات نناقش كل ما له علاقة بالتعليم الطبي في ليبيا الأمر تشجون ومهم وما سينتج عن هذا المنتدى مهم جدا 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 وأعتقد أنه ستكون هناك الكثير من الأوراق البحثية التي ستنشر والمحاضرات والكثير من الأساذ الليبيين الموجودين محاضرين وهناك أيضا محاضرين من الخارج هناك محاضرين من غلاسكو هناك مشاركة للصندوق السكان بالأمم المتحدة هناك مشاركة لمنظمة الصحة العالمية هناك مشاركة من كل ما الناس أو المؤسسات المعنية بالتعليم الطبي في ليبيا من جامعات عامة وخاصة ومنصات ومصحات مهتمة بالتعليم الطبي الجميع استطعنا أن نجمعه اليوم للوصول لرؤية جديدة للتعليم الطبي في ليبيا